أكد رئيس عبدالفتاح السيسي الرؤية المصرية حول خطورة التدعيات المترتبة على استمرار الحرب بقطاع غزة وتأثيرها السلبي على استقرار المنطقة أخذ في الاعتبار أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة يعتبر النواة الرئيسية لإعادة الهدوء والاستقرار بالإقليم جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من الرئيس الأمريكي جو بايدن تناولا خلاله التطورات الإقليمية والتوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط واستعرض الرئيسان مستجدات الجهود المشتركة المصرية الأمريكية القطرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وأكد عزمهما على الاستمرار في تلك الجهود لخفض التصعيد واستعادة السلم والأمن الإقليميين كما أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الاتصال تطرق كذلك إلى الشواغل الراهنة بشأن توسع دائرة الصراع في الإقليم واتفق الرئيسان في ختام الاتصال على الاستمرار في العمل المشترك المكثف لوقف إطلاق النار وفي الجهود لتنفيذ حل الدولتين باعتباره الضامن الرئيسي للاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة